ازاي بموبايلك ده تصور زي ستيفن سبيلبرغ او الفريد هيتشكوك ايهو تكنيك الدولي زوم او الفيرتكو افكت زي ما بيسموه تخيل بالموبايل اللي في ايدك ده ممكن تعمل تكنيك جامل جدا بيستخدموه في افلام السينما زي اللقطة دي للمخرج ستيفن سبيلبرغ في فيلم جوز التكنيك ده اسموه The Dolly Zoom او Vertigo Effect اول واحد ابتكر التكنيك ده كان الفريد هيتشكوك في فيلم Vertigo سنة 1958 وده لما بطل الفيلم بص من نقطة عالية على السلم فحصل له حالة من الضوران او فوبيا الاماكن المرتفعة فشوفنا الافكت ده والفكرة دي جات لهيتشكوك لما كان في حفلة واغمع عليه وبعد كده طورها الفيلم Vertigo مع الكاميرو مان ايرمين روبرتز وعشان كده سمت Vertigo Effect لان ده كان اول فيلم يستعمل في التكنيك ده ايه بقى فكرة التكنيك؟ في التكنيك ده بنلاقي حاجة غريبة جدا بتحصل ان بتلاقي موضوع التصوير ثابت او character ثابت في الحج في حين ان الخلفية وراه background بتتمدد او تنكمش بشكل دراماتيكي وده على عكس الزوم العادي ان كل حاجة بتكبر مع بعضيها لو بتعمل zoom in ولو بتعمل zoom out كل حاجة بتصغر مع بعضيها اما هنا بيحصل حاجة مختلفة تماما ان character او موضوع التصوير بيبقى ثابت والbackground هو اللي بتغير تغير جامد جدا سواء بينكمش او يتمدد وده بردو لستيفن سبيلبرغ استخدمه او طور فيه في فيلم الفك المفترس لما البطل الرئيسي هو قاعد على شط البحر اكتشف ان اللي خاف منه حصل وانه كان مفروض يقفل الشط ويمنع الناس من نزول حماية لهم من الفك المفترس وعندك بردو المخرج مارتين سكورسيزي في فيلم The Good Villas سنة 1990 استخدم التكنيك ده بس بطريقة مختلفة شوية هتلاقي المشهد ده روبرد دينيرو قاعد في المطم مع صاحبه وهنلاقي انه بيحصل بينهم حوار خلال الحوار هتلاقي هما سبتين تماما ومازالك فيه zoom in بيحصل للخلفية على مدى الحوار الزوم in بيحصل براحة جدا بس هتلاقي هما الاثنين سبتين خالص وفي المشهد ده لما روبرد دينيرو اكتشف ان صاحبه بيتحك عليه وانه هو فعلا مش جود فعلا زي ما كان فاكر طب جميل جدا عادة التكنيك ده بتعمل في السينما ازاي انه بيحط الكاميرا على العربية على حاجة زي السك الحديد اللي هي الدولي وده بيخلي الكاميرا تقدر تحركها بنعومة وسلاسة على القضيب ده قدامه وورا فاللي بيحصل اللي ماسك الكاميرا بيعمل zoom in بالعدسة في الوقت نفسه بيسحب الكاميرا نفسيها لورا بحيث يحافظ على حجم الـ subject أو موضوع التصوير ثابت والحركة على الدولي مع zoom in الحركة العكسية دي بتخليك تشوف التغير الدراماتيكي في الخلفية طب نعمل كده ازاي في الكاميرا او الموبايل بكل بساطة انت عنتك في الموبايل digital zoom فاللي بتعمله انه زي ما انت شايف كده بتحط الـ object قدامك وتخليه بعيد عن الخلفية بمقدار كافي والكاميرا ما تيجي تصوره تبدأ تسحب الكاميرا الورا وفي نفس الوقت بتعمل zoom in بتحاول تعملها كزا مرة لغاية ما تزبط معاك انك تقدر تتحكم في حجب الكاركتر نفسي اللي قدامك فزي ما انت شايف كده التأثير بتاعه ان الجسم بتاع الكاركتر بيفضل ثابت ومع ذلك الخلفية بتتغير ودايما افتكر ان التصوير الجامد مش معتمد على معاك كاميرا اي او بكام هي معتمدة على فكرة وكل ما كانت الفكرة جامدة هتطلع شغل اجمد والفكرة هي الاصل لو فيه تكنيك معين عايز تتعرف بيتعمل ازاي اكتب لنا في الكومنت تحت ولو عجبتك فكرة الفيديو ده ياريت تدوس لايك وتشارك في القناة وتفعل الجرس ونشوفك الحلقة الجاي ازاي بموبايلك ده تصور زي ستيرين سبيلبرج او هيتش هوج مني جل الله هيتش هوج رغبتين غايب او هيتش هوج هيتش هوج